ما المهارات الأساسية لتعليم التعبير الكتابي؟ يشمل التعبير الكتابي مجموعة من المهارات التي يجب العمل على تنميتها لدى الطلاب المتعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية. هل لديك معرفة مسبقة بأي من مهارات التعبير الكتابي؟ يمكن أن نصنف مهارات التعبير الكتابي أولا إلى المهارات الفكرية والتنظيمية. تشمل هذه المهارات أولا أن يستهل الكاتب موضوعه بمقدمة مشوقة تجذب انتباه القارئ وتؤثر فيه، وأن يعبر الكاتب عن أفكاره بوضوح، وأن يستوفي الكاتب العناصر الأساسية للموضوع استفاءا شاملا، وأن ينظم الكاتب أفكاره في ترتيب مناسب، وأن يؤيد الكاتب أفكاره بأدلة وبراهين منطقية وعقلية تتناسب مع الأفكار وتتناسب مع القراء، وأن يستطيع الكاتب أن يولد فكرة من أخرى، وأن يحتفظ الكاتب بأفكاره رغم تعدد الأمثلة التي يضربها للتدليل على هذه الأفكار. أيضا من المهارات الفكرية والتنظيمية أن تتكون لدى الكاتب القدرة على التمتع بالاستفادة من خبراته والوعي بما فيها من قيم. كذلك من المهارات الفكرية والتنظيمية المهمة تكوين عادة التفكير الواضح المنظم والنظر ببصيرة ووعي في الخبرات الشخصية والكتابة عنها والاستفادة منها. هناك ثانيا المهارات اللغوية والأسلوبية تتعلق هذه المهارات اللغوية والأسلوبية بجوانب اللغة والأسلوب التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن أفكاره. تشمل مثلا تعليم التلاميذ كيفية استخدام واختيار الكلمات المناسبة المعبرة عن المعاني المطلوبة بدقة. اختيار الكلمات التي تتفق مع السياق. استخدام الكلمات محددة الدلالة. ايضا المهارات التي تتعلق ببناء الجمل من حيث صحة بناء الجمل وتركيبها واستخدام انماط متنوعة للجمل تشمل الجمل الاسمية والجمل الفعلية والجمل الخبرية والجمل الانشائية واستخدام الجمل الدقيقة التي تعبر عن المعنى. ايضا في المهارات اللغوية والأسلوبية تعليم التلاميذ كيفية كتابة الكلمات بصورة صحيحة املائيا مع اتباع قواعد هندسة الكتابة لأن ذلك يسهل القراءة ويوضح المعنى ويكشف الغموض. هناك كذلك المهارات البيانية والبلاغية وهذه المهارات تتعلق بتوظيف الطاقات البيانية في اللغة العربية في مواقف التعبير الكتابي. كيف يمكنه ان يستخدم الصور البيانية والاستعارة والكناية والمجاز الصور البديعية مثل السجع والجناس والطباق علم المعاني وما يعطيه للتلميذ من مباحث مثل الوصل والفصل. كل مهارات البلاغة في اللغة العربية يجب ان يحسن التلميذ استخدامها للتعبير عن افكاره ولتصوير هذه الافكار بطريقة تقربها من القارئ وتجعلها واضحة وسهلة. واريد ان اسألك هنا هل تشعر بفارق عندما تقرأ مقالا تقريريا جافا ينقل اليك المعلومة كما هي وبين ان تقرأ مقالا اخر تستخدم فيه الجوانب المجازية للغة يلقاك فيه بين حين واخر تشبيه جميل واستعارة جذابة وكناية لطيفة وتشبيه رائع لا شك اننا نميل الى قراءة المقالات التي تتضمن توظيفا لمثل هذه المهارات البيانية والبلاغية لان لها دور كبير جدا في تقريب المعنى وفي تلطيف عملية القراءة. كذلك هناك المهارات الشكلية والاخراجية وهذه المهارات تتعلق بتنظيم وجمال الكتابة. تشمل تعليم التلاميذ استعمال علامات الترقيم وتعليم التلاميذ كيفية تنظيم الكتابة والمحافظة على نظافة الكراسة وتحقيق التناسق والانسجام بين الحروف والكلمات كما يتعود فيها التلاميذ على المظهر اللائق بالكتابة المعبرة. كل هذه المهارات المختلفة لا بد ان يحرص معلم اللغة العربية على ان يمكن طلابه منها لان التمكن من هذه المهارات يعني الكتابة بجودة عالية.